موسيقى 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 قصة الحب انتشرت في ويستروس لأنه عاند ابوه ابوه مكان يزوج من هذه الفتاة كان يزوج من فتاة اخرى لكن دانكين دسمول عاند ابوه وقررت ازوج هذه الفتاة وانتشرت القصة في ويستروس وقررت يمنع عن هذه القصة فعلا الاب ايقن الخامس رضخ الامر الواقع وزوج ابنه من جيني واجت جيني للبلاط الملكية وجابت معها ساحرة او امرأة قصيرة جداً كانت صديقتها الامرأة جت من الريفر لاند اراضي النهر ولما جت للبلاط الملكي جيني كانت تقول ان الامرأة هذه من اطفال غابة بسبب قصر قامتها لكن هذا كذ الامرأة امرأة عادية ايغون الخامس كان عنده دونكن دونكن هو الوريث الشرعي لأيغون الخامس بعده اخوه جوهيرس المهم جت لجوهيرس وقالت انه الامير المعود النبوء المعروفة انه الامير المعود راح يكون من نسلك انت يا جوهيرس الثانية وهي كانت سبب تزويج ايرس من اخته ريلا تارغيرين وجابه ريغر وكانوا يعتقدون الكل انه ريغر هو الامير المعود من الاحداث المحسوية في تاريخ وستروس هو حدث اندلاع النار او اندلاع اللهب في قلعة سامرهول هذه الحادثة مات على اثرها الملك ايغون الخامس وابنه دونكن والامير جيني ودونكن دونكن دا تول فقد بهذا الحادث واثناء الحادثة ولد الامير ريغر تارغيرين واختفت الساحرة وعادت للقلب العالي القلب العالي تل موجود في اراضي النهر تعرفون ثوروس الميري او ثوروس اوف مير الكاهن الاحمر اللي مع بيرك دنديريون لما جاء الثوروس اوف مير للقلب العالي وقابل شبح هاي هارت شبح هاي هارت قالت ان القلب العالي مكان مقدس والسحر سحر رولور ما راح يعمل في مكان القلب العالي او المكان هذا لان المكان القلب العالي او تل القلب العالي تابع او مكان مقدس للآله القديمة The Old God ولا ننسى أنه Ghost of High Heart قالت الكلام هذا بطريقة تحدي أنه أتحداك أنه الآلهة رولور يوريك رؤى المكان هذا تابع للأولد وكان في خلافة أو في تنافس أو في حرب بين رولور و The Old God ولا ننسى أنه أطفال الغابة بالمسلسل صنعوا النايت كينغ عن طريق سحر The Old God The Old God الذي يخدمه براين ستارك ما أبي يتشعب بالكلام عن الآلهة The Old God و من يخدمون لأنه لو تشعب بتكلم بمقطع كامل لكن عموما خلونا نعرف أنه رولور ما يشتغل بالمكان حق The Old God وكذلك القلب العالي مكان مقدس عند أطفال الغابة ويقال أنه أرواح أطفال الغابة تسكن بالمكان يعني إشباحهم ساكنة بهذا المكان أول ظهور للشبح Ghost of High Heart كان من وجهة نظر آريا مع الأخوية بلا رايات مروا من عند القلب العالي وقالوا أنه مكان كويس ما راح يجون نعداء ما حد راح يلاحقنا من اللانسطر خلونا ننام هنا ولكن بنص الليل آريا قامت من النوم وشافت بعض الرجال من الأخوية يتكلمون مع هذه الأمرأة كان وصفة الأمرأة قصيرة جدا طولها ثلاث أقدام وإذا هبى الهوى شعرها يصير كأنه غيمة فوق راسها من طول شعرها وآريا سمعت Ghost of High Heart تقول الأحلام بروح أجيب كتاب لأن ما وده لأخبط بقر الأحلام من الكتب طيب الحلم الأول تقول حلمت بظل ذي قلب مشتعل يغتال وعلا ذهبيا نعم معروف أنه من المعروف أنه الوعل الذهبي هو شعار عائلة البراثيون والظل هو الظل اللي رسلته لساندرا عشان يغتال الملك رلي براثيون الحلم الثاني من Ghost of High Heart وشبح القلب العالي تقول حلمته برجل بلا وجه ينتظروا على جسر يتأرجع على كتفه يجثم غراب غارق تتدلى طحالب البحر من جناحي تعرفون بيلوني غريجوي أبو ريك وأخو يوروني غريجوي بالكتب مات سبب موته وطاح من جسر نحن نعرف أنه بايك في قلع وفيه جسور تربط بين قلع وقلع يوروني غريجوي أثناء موت أخوه كان مختفي لكن بعد ما مات طلع للناس ورجع البايك فمن المحتمل أن يوروني غريجوي بما أن اسمه عين الغراب هو اللي قتل أخوه استعجر فيسلسمن وقتل أخوه عكس اللي صار بالمسلسل أنه بالمسلسل هو قتل أخوه بشكل مباشر بالكتب لا استعجر فيسلسمن وقتل أخوه أو شبح القلب العالي تقول بالحلم الثالث أنه حلمت بنهر هادر ومرأة سمكة تطفو ميتة بدموع حمراء لكن حين انفتحت عيناها أوه استيقظت رعبا نعرف أنه كاتلين ستارك من عائلة التالي وشعار عائلة التالي في سمكة ونعرف أنه وولدرفري بعد أحداث الزفاف الأحمر رمى جثة كاتلين ستارك بالنهر ونعرف أنه بالكتب جاء بيريك تنديريون وأعطى كاتلين ستارك قبلة الحياة وعادت من جديد للحياة ولكن شبح في هاي هارت تنبأت بأحداث الريد ودينغ أو الزفاف الأحمر قبل أن يصير بالكتب بفترة زمنية طويلة جدا فهذه الثلاث أحلام كانت الثلاث أحلام الأولى اللي قررتها شبح في هاي هارت للأخوية بلا رايات الأخوية بلا رايات جوا مرة ثانية للقلب العالي ومروا من عند غوست في هاي هارت أو شبح القلب العالي وقررت لهم ثلاث أحلام أخرى حلم الأول تقول حلمت بذئب يعوي في المطر وما من أحد يسمع لوعته حلمت بضجيج صاخب جعلني أحسب أن رأسي سينفجر طبول وأبواق ومزامير وصريخ لكن أكثر الأصوات مدعاة للأسى كانت جلجلة الأجراس الصغيرة هذه كذلك حلم آخر عن أحداث الريد ويدنغ أو أحداث الزفاف الأحمر والذئب اللي يعوي هو روبو ستارك الحلم الثاني تقول حلمت بفتاة في مأدبة في شعرها أفاع أرجوانية يتقاطر الزعاف من أنيابها بالكتب الأمر مختلف قليلا على المسلسل بالمسلسل شفنا أن جوفري براثين مات مسموم عن طريق ثم موجود في قلادة عن سينزا ستارك لكن بالكتب القلادة كانت زي التاج لكن على رأس سينزا ستارك فهو السم اللي يتقاطر من رأسه ولا تنسون أن الأحلام هذه قارتها قبل موت جوفري براثين بالكتب في حلم آخر اللي هو الحلم السادس والأخير بتقول حلمت بها ثانية يعني نفس الفتاة اللي هي سينزا ستارك تسرع عملاقا متوحشا في قلعة مبنية بالثلت وهذا الحلم هو سبب نظريات كثير البعض يقول أنه ممكن يكون العملاق المتوحش وصف مجازي لشخص ممكن يكون وصف لمكان ممكن يكون فعلا عملاق متوحش الخيار الأول العملاق المتوحش ممكن يكون روب أرن اللي فعلا سينزا ستارك عطته كف في الموسم الخامس لما بنت قلعة من الثلت الخيار الثاني البعض يقول ممكن يكون فعلا العملاق اللي اقتح من ترفل ومات على يد رامزي بولتن وأنه العملاق مات بسبب سينزا ستارك سينزا ستارك لو تأخرت شوي بالحرب لأن يجون جيش الأرن ممكن العملاق ما يموت فممكن هو فعلا العملاق اللي مذكور أو اللي مشار إليه بهذه الرؤية الخيار الثالث يقول لك تيريو لانستر تيريو لانستر لما كان طفل كانوا يقولون أنه مونستر وحش أو متوحش لأن شكله زي شكل الوحوش كذلك تيريو لانستر تم وصفه أكثر من مرة بالكتب سواء على اللسان فارس أو على اللسان الميستر ايمون على الجدار بالكتاب الأول بأنه عملاق أو عشان يكون دقيق ظله عملاق فهل ممكن تيريو لانستر هو العملاق المنتوحش اللي تسرع سانزا ستارك في قلعة مبنية بالثلج صوفي تيرنر اللي تؤدي شخصية سانزا ستارك في لقاء رسمي قالت أنه الموسم الأخير رح يكون مليء بالخيانات فهل ممكن يشوف خيانة من تيريو لانستر الجون سنو بما أنه جون سنو هو يمثل الشمال والقلعة المبنية بالثلج هي ممكن تمثل وينترفيل فجون يمثل وينترفيل بطريقة أو بأخرى فهل ممكن نشوف تيريو لانستر يخون جون سنو بالموسم القادم أو ممكن نشوف تيريو لانستر يخون البشر مثلا بالكتاب السادس إذا وصلوا لنفس المرحلة اللي وصلها للمسلسط بعدما قارت شبح القلب العالي الحلم الأخير طلبت من آري سارك آري سارك كانت متغبية بمكان ما وطلبت من آري قالت اطلع اطلع فعلا طلعت آري سارك ولما طلعت آري سارك بدت تبكي شبح القلب العالي وتقول أنه قسوة منك أن تجيئي إلى تلي لقد تجرعت الحزن حتى الثمالة في قلعة الصيف ولا أحتاج إلى حزنك ارحلي من هنا يا ذاتي القلب الأسود ارحلي آري سارك فعلا شخصية سوداوية يعني مثلا على عكس اقتها سانزا سانزا لو تضربها كب بتبكي شافت أبوها يموت بكت أي شيء يصير بحياتها تبكي آري سارك لا ما تبكي تكتم الغضب والحقد في قلبها حنا شفنا أنه آري سارك عندها لستة تخيل أنها ليليا كل ليلة قبل أن تنام تصلي بأسماء اللستة أنها راح تقتلها مواحد واحد سانزا سارك كانت تنام وهي تبكي ففيه فرق شاسع بين اللختين فعلا آري سارك حقودة وقلبها أسود لكن ليس لهذه الدرجة اللي يخلي غوست في هاي هارت أو شبح القلب العالي تبكي خلونا من آري شوي برجع تكلم عن تيريون أنا شخصيا أستبعد أن تيريون يخون داني أو يخون جون بالموسم الأخير من المسلسل لكن ممكن تكون فعلا فيه خيانة ممكن تيريون يخون لكن تكون خيانة شونا نقول لك يعني أنت تشوفها خيانة غيرك يشوفها لا غيرك يشوفها تصرف سليم يعني نختلف حول قرار يتخذ تيريون لنسر الموسم الأخير من المسلسل ممكن يكون هذا القرار يأدي أنه تيريون يموت مثلا أنه تيريون يتم اعدامه على هذا القرار أنه البعض من أصحاب القوة مثل داني أو جون يشوفون القرار اللي يتخذ تيريون بالموسم الأخير يكون قرار خاطئ هذا التوقع الشخصي ليش أنا أقول هذا التوقع لأنه بالموسم الماضيع موسم السادس والسابع الخامس والسادس والسابع الموسم الثلاثة هذه تيريون كان قريب من دينايرس وما شفنا أنه تيريون يسعى مثلا للانتقام من اللنسر يسعى بسقاط دينايرس بالعكس كان يساعد دينايرس فما فيه يدافع عن تيريون لانستر أنه يخون دينايرس ولأنه ما فيه يدافع يعني يدافع للخيانة ودافع منطقي لأنه تيريون لانستر بالنهاية هو يكره سيرسي وسيرسي تكره تيريون ما فيه أي محبة بين الأخوان فمستحيل أنه تيريون يخون لأنه يحب سيرسي ومدري إيش لا أنا سبعة هذا الأمر ممكن وارد جدا أنه تيريون بطريقة ما يتخذ قرار خطأ والقرار يكون مثار جدل بين الشخصيات أنه لا قرار صحيح لا قرار خاطئ ويروح يعني يموت على إثر هذا القرار عموما تختلف أو تتفق معي هل ممكن المقصود من الحلم السادس هو فعلا تيريون لانستر وهل أن تشوف مثلا تيريون لانستر راح يموت بالموسم الأخير من السلسل وكذلك ليش شبح القلب العالي أو Ghost of High Heart طلبت من آريا ستارك أنها تغادر التل العالي فورا هل لأن قلبها أسود مثلا أو في أسباب أخرى ما شفناها بالكتب هذا كل اللي كان عندي اليوم المقطع قصير على غير العادة لأنه في مقطع آخر راح ينزل ببتريون ورح ينزل باليوتيوب بعد فترة ممكن بنص الأسبوع القادم المقطع هذا راح ينزل يوم الخميس ممكن يوم الأحد الاثنين ثلوث راح ينزل مقطع ثاني بعد ما يخلصوا منه حقين بتريون راح ينزل باليوتيوب عموما هذا كل اللي كان عندي اليوم اشترك في القناة اذا ما كنتم اشترك في القناة فعل جرس التنبيهات لايك إذا عجوك المقطع دس لايك إذا ما عجبك المقطع تويتر تحت بخانة الوصف سناب شات حقي هنا آسف أنه المقطع قصير أنا كنت أول أعتذر أنه مقطع طويلة هذه المرة آسف أنه المقطع قصير راح يوضكم إن شاء الله بالمقطع القادمة كان معكم راكان شكرا لكم السبع الجاي سلام